ومن تونس تنضم إلينا نقلاء بوخريس مرسلة الغد تفاصيل جديد الأوضاع لديكم على الأرض نقلاء وإيضا كيف كان صدى تصريحات الغنوشي في تصريحات صحفية لصحف إيطالية بأنه في حال لم تستعد تونس ديمقراطياتها أن الأوضاع ستخرج عن السيطرة وسيكون هناك مزيد من العنف نعم رغم أن حركة النهضة وخاصة من خلال تصريحات رشد الغنوشي أن الحركة قد أخطأت في تقييم عدد من المواقف السياسية وفي تحقيق مطالب الشارع نوعا ما الغنوشي قال أن فشل العملية الديمقراطية بحسب وصفه لإحدى الصحف الإيطالية وعدم تراجع قيس سعيد عن قرار تجميد البرلمان ربما يذهب بالبلاد إلى مزيد من الفوضى والمواجهات والكر والفر بين أنصار هذا الشق السياسي وذاك لكن يبدو أن هذه التصريحات لم يكن لديها صدى كبير سواء سياسيا أو شعبيا اليوم هناك هبة شعبية لمساندة قرار الرئيس قيس سعيد كيف يفهم هذا التناقض نجلاء؟ بالأمس يقول ويعترف قيس عفوا رشد الغنوشي بأنه كان هناك أخطاء وحركة النهضة متحملة مسؤولية وأن قرارات الرئيس دستورية ولا تخالف الدستور واليوم يقول ويرهن عودة العنف أو حدوث عنف على الأرض بعودة القرارات أو عودة الرئيس عن قراراته هذا يدل على حالة التخبط التي باتت تعيشها حركة النهضة اليوم حركة النهضة تشهد حالة من التخبط من عدم وضوح الرؤية السياسية أمامها هناك اجتماعات مغلقة بحسب بعض الكواليس التي تصلنا اجتماعات حول الخيارات الممكنة أمام الحركة خاصة وأنها دعت إلى إجراء حوار سياسي مع الرئيس دون أن يوافق الرئيس إلى حد هذه اللحظة حول مطلب حركة النهضة النهضة عادة ما تصعد في مواقفها لكن في هذه الحالة أحيانا تطلب إجراء حوار مع الرئيس في حالات أخرى طلبت إجراء انتخابات سياسية تشريعية مبكرة واليوم تخرج بتصريحات لإحدى الصحف الإيطالية حول ما تسميه خطر الانزلاق نحو الفوضى في خضم كل هذه التصريحات اليوم يبدو أن قيس سعيد متجه كل الاتجاه وواثق في خطواته لإقرار تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب من المنتظر في الساعات القليلة المقبلة أن يعلن سعيد عن قرارات أخرى تتعلق بتعيين وزير للدفاع وكذلك رئيس للحكومة حتى يقع تنفيذ هذا البرنامج الذي تحدث عنه وهو برنامج شامل اقتصادي مع رجال الأعمال كذلك برنامج اجتماعي وبرنامج آخر صحي يعني بمكافحة أزمة كورونا شكرا جزيلا نجلأ بو خريص مراسلة الغد من تونس ترجمة نانسي قنقر